وفي العراق وصل تنظيم داعش هجماته ضد القوات الأمنية العراقية حيث استهدف لليوم الثاني على التوالي قاعدة سبايكر في صلاح الدين كما شن هجوما في منطقة عمية جنوب الفلوجة إلى تقرير مرسلنا في بغداد دا حيدر جواد في وقت أكدت فيه مصادر أمنية متطابقة أن الأسبوع الحالي لا ينتهي قبل أن تنطلق عمليات عسكرية كبيرة لتحرير مدينة الفلوجة وقضائه في الأنبار يواصل مسلح داعش هجماتهم الانتقائية على القوات الأمنية اليوم شن هجوما استهدث القوات المرابطة في منطقة النعيمية جنوبية الفلوجة بدأوه كالمعتاد بعجلات مفخخة في وقت كانت القوات الأمنية المرابطة في ناحية بروانة تتصدى لهجوم داعشي آخر أما قوات عمليات بغداد فما زالت تأكل من جرف الدواعش في محيط الفلوجة حيث قتلت اليوم أكثر من أربعين مسلحا منهم نريد أن ترجع مرة ثانية تكون ملف الدواعش مستمر مثل ما استمر في صلاح الدين في بعض من مناطق بيجي نريد أن يكون ملف ينتهي في عام 2016 تقضي شيء اسم أرهاب وداعش إن شاء الله في العراق وفي صلاح الدين أحبطت القوات الأمنية تعرضا لمجموعة من مسلحي داعش حاولوا التسلل إلى منطقة الفتحة شمال شرق بيجي وأكدت مصادر متطابقة محلية أن قوة أمريكية نفذت عملية إنزال جوي على ناحية الزاب في قضاء الشرقات شمالية المحافظة على مواقع لتنظيم داعش وفيما لم تعلق الحكومة العراقية على الحادث تضاربت تقويمات الساسة لعمليات الإنزال الأمريكية المتكررة على مواقع داعش في البلاد ما حاجتنا الماسة من الناحية الفنية ليتواجد هكذا عمليات مشتركة بعيدا عن أن تكون خارج نطاق قيادة العمليات المشتركة والحكومة الاتحادية حتى لا نخسر في هذه المعلومات التي يمكن أن نتحصل عليها من بعض الاعتقالات لقادة ميداني المهمين لتنظيم داعش في باب المحافظة التي تتمتع بهدوء نسبي قام مسلحون مجهولون بتفجير ثلاثة مساجد في مناطق مختلفة من مدينة الحلة وحدة القرار العسكري أسهمت في تحرير الرمادي فهل تعتمد في مواجهة التحديات المترتبة على هجمات داعش المتكررة؟ سؤال مطروح على طاولة أصحاب القرار حيدر جواد لقناة الشارقة بغداد